عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية لمتابعة عدد من ملفات عمل الصندوق وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لإعادة أحياء القاهرة التاريخية وتطوير عواصم المحافظات كما تم استعراض موقف مشروعات حدائق الفستات ونسب الإنجاز الفعلية لمختلف مكوناته التي حققت معدلات متقدمة وكذلك الأعمال المتبقية في كل مكون